الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال صدق الله العلي العظيم من أفضل الاستلهامات من هذا الشهر الفضيل الذي انقضاه أكثره انقضاه إحدى أهم مبادئ الحياة أول شيء خرج من فم أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه في وصيته بعدما ضربه اللعين ابن ملجم ابن ملجم قال في كلامه إلى الحسنين صلى الله عليهما وأولاده وأهله وجميع من بلغه كتابي هذه العبارة قال أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم أول كلمة في قاموس الحياة الإنضباط وآخر كلمة في قاموس الحياة الإنضباط لا تقوم مصالح الحياة إلا بهذه المفردة الإنضباط كل شيء في الحياة يقوم على هذه الكلمة ومع الأسف أن أكثر كلمة تنتهك في الحياة هي هذه الكلمة الله تبارك وتعالى جعل الحياة مشدودة بقانون فائق الاتساق والإنضباط الحياة جدا منضبطة من أكبر مجرة في هذه الحياة ابدأوا إلى أصغر موجود إلى هذه الموجودات ذات الخلية الواحدة الميكروب والبكتيريا والجرثومة هذه الموجودات الصغيرة كل شيء يتحرك في هذه الحياة بإنضباط إلا الإنسان إلا هذا الموجود الذي دائما يتحرك بتسيب بإنفلات ويعيث في الأرض فسادة كل شيء الله خلقه مشدود بإنضباط رهيب هذه المجرات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هذا جسمنا يقال على نحو مئة ألف مليار خلية هذه المئة ألف مليار خلية في كل لحظة يجب أن يصلها أكسجين يصلها السكر هذا الكولوكوز يسموه يصلها تصلها المواد الحيوية هذه الخلايا مئة ألف مليار خلية عملية الأيض اقروا الأيض أيض يعني شنوه عملية الهدم والبناء هذا الجسم الأكل اللي الإنسان يأكله يتحول إلى مواد حيوية هذه المواد الحيوية يجب أن تصل إلى كل خلية خلية الخلايا تعيش على هذه المواد الحيوية هذا الجسم هذا جسمنا بعد هذا مفتش مجرة لازم الإنسان يبلغها لا لا هذا جسم داخل جسم كيف مو القلب والكلية والكبد وهذه الأعضاء لا كل خلية خلية هذا الانتظام بلا حدود في هذا الجسم كيف يتكون تتكون هذه المواد الحيوية كيف تتحول عملية الأيض اقرأ عنها ضروري إنسان يقرأ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هذا فالجزء من هذا الانضباط بلا حدود في هذا الكون فالجزء منه جسمنا كل شيء في هذه الحياة منضبط بس الإنسان هو الذي غير منضبط يسير بالضبط على عكس اتجاه رب العالمين الذي رسمه الله تبارك وتعالى فالشجرة تفاح لون مليون سنة ما تعطي برتقال نظام منضبط كل مجرة كل كوكب يجري في هذه المجرات يقال يقال أن كوكبنا مثلا هذا درب التبانة خمسمائة مليار كوكب أكوبي هذه مجرتنا خمسمائة ومجرتنا مجرة قزمة تعتبر خمسمائة مليار كوكب فيه واحد من هذه الكواكب الأرض هذا العالم الهائل كل شيء يسير كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بانتظام واتساق بس هذا الموجود الصغير الذي يسمعه الإنسان هذا دائما ينتهك هذه القاعدة التي هي أول قاعدة الحياة دائما يسير على عكس ما رسمه الله تبارك وتعالى في كل أعماله من خلال شهر رمضان يجب أن نتعلم الانضباط شوية شهر رمضان من جملة ما يستوحى من هذا الشهر أن كل شيء إلى انضباط الأكل إلى انضباط الشرب إلى انضباط الشهوات إلى انضباط الانسان منفلت هذا الانفلات يتسبب بالفساد بلا حدود في الكون كله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الله يقول أنا ضبطتها لا تولدون فساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والله هذه الكلمة عندما تنتهك الانضباط هذه الكلمة عندما تنتهك كل شيء يفسد في الحياة وهذا الشيء اللي تشوفوا خلينا نتعلم من شهر رمضان أن نمتلك نصنع نتخذ لأنفسنا مصطرة الحياة كلها دقيقة مصطرة ضع لنفسك لذاتك مصطرة وتعامل مع ذاتك بهذه المصطرة هذه المصطرة أهم مصالح الإنسان تقوم عليها ما يصير الإنسان بكيف ينام الثمان ساعات نام ثمان ساعات وخمس دقائق لا ما يصير شنو خمس دقائق على أي أساس خمس دقائق ثمان ساعات ودقيقتين لا نص دقيقا ماك مفروض ثمان ساعات نام نام ثمان ساعات خلاص هذه الحالة الانفلاتية انفلات في كل شي في التعاطي مع كل شي الإنسان يتعاطي مع كل شي بشنو بما يحلو له وبما على كل حال هذا هذا يفسد كل معادلات الله تبارك وتعالى هذا الإنسان اللي هو خليفة الله في الأرض هذا هو الأفسد لكل معادلات الله شنو هذا الدمار اللي موجود بسبب هذا الانفلات خلينا نتعلم من شهر رمضان الحياة دقيقة كل شيء في الحياة دقيق خلينا نتعلم أن نتعامل بدقة هذا جدا جدا مهم نعم نعم أقول كلمة جدا مهمة أن فقدان الانضباط كارثة بلا حدود ولكن هذا القانون في مجال واحد استعمله بدقة استعمله وفي مجالين لا تستعمله أبدا كارثة إذا استعملت الانضباط في مجالين كل هذا الحديث في مجال واحد وهو استعمل الانضباط مع ذاتك مع نفسك مع الآخرين إياك إياك أن تستعمل الانضباط ما يخصك ومع الحياة وعكوسيات الحياة ومشاكل الحياة لا تستعمل انضباط استعمل استجابة شيئيا كما أن خسران الانضباط مع الذات كارثة في الحياة تدمر كل شيء في الحياة هذه الكارثة كذلك إذا أردت أن تستعمل المصطرة مع شيئين مع الآخرين مع تجاوزاتهم مع انفلاتهم لهم رب أنت مو ربهم ما يخصك إنما أنت مذكر بس احتي بس متستعمل المصطرة لو مليون تجاوز صدر منه أنت ما يخصك حتى لو ابنك كان أنت قل له ربي شوية خفيف افقض إذنه بس ما لنا مسؤولية أكثر من هذه بل هذه كارثة ومن نسبة إلى مشاكل الحياة لا تستعمل مصطرة إذا رحت للمطار قالوا الطيارة عشر ساعات فيها تأخير هذا هو ما ستفعله ما ستفعله وخمسطعش ساعة فيها تفعله شمو شن شن سو الانضباط حتى الدقيقة واحدة إحنا لو يصير فيها تأخير ننفعل رحت للمطار قالوا الجنطة كذا لازم تبدل كذا تأخرت الجنطة ضاعت الجنطة لازم الناس كلهم راحوا وانت بقيت عشر ساعة بقيت بقيت وبيقيت ما صاير شي شن صاير لا تستعمل مصطرة مع الحياة اخضع للحياة هذا هو بعد حاول مو أقول للإنسان على كل يكون متماهل في الحياة أبدا مسؤولية أكو حاول بس لا تخلي مصطرة ماكو فرق إليك هسة تأخير خمس دقائق بالطيارة أو خمس طعش ساعة شن الفرق هذا هو بعد الحياة هذه ضاعت أمورك مواعيدك ضاعت إنا لله وإنا لي راجع شي يسوي ينسى شنو يقلق نفسه يذبح نفسه ما يصير لا تتعامل مع الحياة بتوتر التوتر يدمرك أتعامل بأريحية اخضع سلم سلم التسليم مو تسليم في دعاء أبي حمزة في هذا الشهر الفضيل آخر مقطع في دعاء أبي حمزة ورضني من العيش بما قسمت لي شنو ورضني شنو شنو لما لا بد من نعم مع نفسك لا تسلم خلي مصطرة لما تاكل أكل بانضباط فالشي سمو عقلية الوفرة وعقلية الندرة الإنسان يجب أن يستعمل عقلية الندرة مع نفسه إذا عندك مئة صفة حسنة فد صفة مو زيانة عندك خلي عينك على هاي الصفة وثق واعتقد أن هذه الصفة هذه الخصلة الفاسدة راح تقضي على كل مصالحك هاي عقلية الندرة أما مع الحياة ومع الآخرين امتلك عقلية وفرة لا تخاف لا تخاف لا تقول الحياة ضاعت راحت والله ما تضيع الحياة غنية الحياة جداً غنية ما حد يقدر يسرق الحياة منك والله ما حد ما يقدر الحياة غنية إذا اجفت واحد أكل كل أموالك والله هذا ما مسوي شيء الحياة غنية هل قد غنية ما يمكن أن تسرق الحياة لا طبيعة الحياة ومشاكل الحياة دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة كلام أمير الممي عليه الصلاة والسلام لا هذه الدمرك والله ما تأثر فيك والله العظيم في هذا الشهر الفضيل حياة غنية شوفوا شقد أكو أكسجين في الحياة تسمعون أخبار كثرة المواليد الآن في كل ثانية في كل سنة كم مليون إنسان يولد هل حصل لكم حيال هذه الأخبار مضايقة يحصل لعدكم مضايقة أنه ليكون هذولا يأخذون الأكسجين من عندنا لا أكو عقلية وفرة في الناس كل الناس ما يخاف أنه في اليوم من الأيام يجي نقص في الأكسجين أكو؟ والله كل شيء في الحياة هكذا ماكو شيء ينقص إذا شفت الآخرين جاي حصدون جاي دوسون بنزين جاي يأخذوا يصعد لا تتوتر هذا ما يقدر يستنقصك والله رأس إفرة أنت تملك كل شيء أنت إنسان حتى لو ظلمك حتى لو اعتدى على حقك حتى لو حصد شيء كبير من حقك أنت تقدر يتعوض هذا بمكان ثاني الحياة ما تنحصد هالشكل يعني ما تنحسر هالشكل ليش توتر؟ استعمل التوتر مع ذاتك إذا كانت عندك خصلة مزينة توتر خاف اقلق ليش أنا إنسان عصبي؟ ليش أنا إنسان هوسوي هوسوي فوضوي شايفين بعض الناس؟ هوس ليش أنا إنسان هوية أنام؟ ليش أنا إنسان ما أقدر أضبط نفسي في الوجبات السريعة أو الأكلات السكرية هذا اقلق اقلق أما لا تقلق لا تتوتر مع الحياة عيش بأريحية افتح بالك اضحك بالحياة والله الحياة غنية غناء بلا حدود إيش ما تريد أخذ أكسيجين وأفضل من الأكسيجين الانضباط كلمة في طرفيها كارثة إذا استعملتها مع الآخرين كارثة بلا حدود وإذا استعملتها مع الحياة كارثة بلا حدود وإذا أحملتها إذا انتهكتها مع ذاتك كارثة بلا حدود ما يخصنا منه شنو يجب أن يكون الإنسان متزن يجب أن يكون إنسان لا إفراط ولا تفريط التوتر على نوعين توتر خبيث وتوتر حميد لازم الإنسان يكون عنده توتر بس شنو التوتر توتر بشكل فعلي لا بشكل انفعالي هناك اندفاع هناك دفع لا تندفع الاندفاع زين أما التدافع موزيا لا تتدافع في الحياة إذا فد واحد جاي يدفع بصوبك أنت استجيب له شا تسوي لا تحقق حقوقك بالغلبة هاي الغلابة الحياة مو صحيح إذا واحد الزوج يأذيك يأذيكي الزوجة تؤذيك لا تحقق حقوقك بالغلبة تسلم لهذا الوضع هذا بعد هذا التوتر نوعيا توتر دفع ادفع روح اتوتر في الحياة من أجل شنو مسؤوليتك ورسالتك كن قلقا على أن لا تكون مقصرا في هذا الحياة أما لا تقلق تجاه الآخرين حيال الآخرين حيال تصرفات الآخرين حتى له ابنك لا تقلق في الطيارة يقولون دائما شايفين الإنسان لما يركب الضيارة يقولون إذا حصل انخفاض جوي ما أدري كذا هي أقنعة الأكسجين كذا أول شيء يخلل نفسك أكسجين بعدين يخلل ابنك أو الذي يحتاج إلى مساعدة حتى له ابنك لا تقلق إذا أقلق إذا أنت تقلق تتوتر شنوه شنوه مقابلة لهذا الفعل هذه حالة هذه حالة موزينة يعني يعني عندما سمعت شتيمة من مثلاً طفلك تصير عندك حالة حرص هذه الحالة يصير انفعال فعله انفعال بعد لازم ليكون الانفعال من الإنسان تجاه قضية خارجية لازم تكون انفعال من باب الفكر الإنسان لما يخطط لتجارة يخطط يخطط شنو يسوي شنو ما يسوي التخطيط إذا كان ابتدائي هذا شريف هذا حميد حتى لو ولت قلق ولت توتر هذا توتر جيد جداً أصلاً واجب لازم الإنسان يقلق يتوتر وإذا ما يتوتر ما يبذل حرص ما يقدر يضبط الأمور الانضباط يحتاج إلى حرص بس بشرط أن لا يكون الحرص انفعالي لا لأنك شفت شيء فتبذل حرص هذا حرص انفعالي هذا دمار 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 وخر من هاي المفاهيم واضح الحرص انفعالي شنو يقولون أن الجودة لا تحتاج إلى انفاق من المال أكثر الجودة ما تحتاج هي تنفق مال حتى تصنع جودة إما هسه في الحياة الزوجية في الحياة العائلية في السياسة في الاجتماع في الاقتصاد هذه ما تحتاج إلى انفاق تحتاج إلى حرص وانضباط إذا تريد تصنع بضاعة جيدة تعطيها كن حريص كن منضبط بس الله الله أن يكون هذا الحرص حرص انفعالي إذا شفت بعد أن يقعد خطط والله العظيم يمكن الإنسان يجبر كل المساوأ اللي حاصله قدرة إعادة التأهيل كلش قوية في الإنسان كلمة واحدة لا تقولها في حياتك أبداً وكلمة واحدة دائماً قولها في حياتك أفضل كلمة تقولها تكررها في حياتك قل في المستقبل كذا سأفعل كذا ولا تقول لو أنني هاي كلمة لو أنني طلعها من حياتك هذا دمرك هذا توتر انفعالي بل قل إن شاء الله في المستقبل إذا شفت أن عمر طويل فرطت في حياتك بيخالف حتى إذا الله ينطيك يوم واحد تقدر تجبرها كلها هذا الله رؤوف ورحيم وهذه الحياة الغنية ما تروحي الحياة من اليد لا تقول لو أنني هذه لو أنني دمار قل سأفعل كذا في المستقبل أسوي هكذا مو أنه في المستقبل يعني تسويف لا لا قل راح أسوي من الآن فما بعد أضبط نفسي هذا الانفلات من الآن فما بعد الله في القرآن آيات عديدة يؤكد يؤكد على هذا الشيء يا أيها الذين شنو الآية أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إلا الله يغفر الذنوب جميعا كلها الله يوخره بس انضبط ما يخالف كل الماضي السيء ينجبر والله بسهولة ينجبر بس قرر بس قرر من الآن فما فوق خلاص انضبط انضبط كن حريصا على مواهبك كن حريصا على صفاتك إذا فيك شغلة بسيطة موزينة هاي كفيلة أن تدمر كل حياتك ولا تكن حريصا على الآخرين كن حاول ويا الآخرين بس لا تشوف أن هذا هواية يضحك هواية يستهزئ هواية مستخرط الحياة هذا الانسان سفيه ما يخصك لا تخلي مصدر لسفاته ما يخصك هذا الانضباط لا إفراط ولا تفريط الانضباط مفهوم على طرفيه كارثة يقولون فد واحد راح إلى سوق النخاسين يشتري عبد شاف الأسعار كلش باهظة في هل أثناء شاف شاب مفتول العضلات يباع بثمن رخيص كلش اجه سأل هذا البياع قال هش عجب هذا هل قد رخيص قال هذا فيه علة مرض بي شنو مرضة قال هذا إنسان على كل حال جدا منضبط قال هاي نعمة هاي شنو العلة هاي فضيلة هاي مور رذيلة قالوا إيه هذا يطيع الأوامر إطاعة حرفية قال هذا زين رأسا نشترى اجه للبيت صار ساعة صار وقت الأذان قال هاي السجادة شيلها نروح للمسجد هاي سجادة أم أبويا وجدتي ويدتي ما أعرف ما الأسلاف جدا ثمينة دير بالك عليها وديها للمسجد راحوا للمسجد صلوا رجعوا لما رجعوا للبيت شاف السجادة ما موجودة بيدة قال ها وين السجادة قال أنت ما قلت رجعها قلت وديها للمسجد قال هذه السجادة قلت لك ثمينة هذه روح يمكن شوف ليكن سرقت هذه بسرعة تسرق روح شوف روح 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 شوف سرقة ولا لا فراحوا رد قال لا سيدي مو مسرقة على حطتها موجودة قال خلل ليش ما جبتها قال أنت ما قلت أنت تجيبها أنت بس قلت روح شوف ما سرقت ولا سرقت ولا لا رحت شوفت ما مسرقة موجودة على حطتها قال له روح 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 جبها راح ورجع رده مرة ثانية إيدة فاضية قال ها قال سيدي مسرقة سرقت بعد ما كانت في موجودة هذا روح طقت أخذ الولد رح باعه مرض رجع رجع يمكن رجع بلا ثمن أصلا فتك منه فهم بحث شاف أكو واحد أيضا شاب أيضا مفتول عث أضلات شاب حيوي يباع بثمن رخيص قال ها هذا شفي شعجب رخيص قال وفيه علة شنو علته هذا مصيبت أنه لما تقل لفت شي يطيع الأوامر بمقتضياتها والأوازمها وملزوماتها وبهاي ما يرتبط فيها لما تقل لفت شي مو بس يطيع الأمر نفسه الشيء الملازم أيضا يطيع فهو عنده فد خلفية من قضية هذا الشاب أنه كان يطيع الأوامر حرفي فشاف هذا خش مورد قال هذا زين هذا هذا دواي اشتراه اجي وصار فتشم يوم اتمرض قال له روح العبد قال له روح جيب طبيب راح العبد طول طول راح ورا فترة اجي وجايب لفت عشرين نفر قال له أولا وين صرت انت اش دعوة وين رحت هلقى الساعات قلت لك جيب طبيب بعدين شنو الفريق انت جايبهم العبد قال له شوف انت قلت جيب طبيب بس أنا رحت جبت الطبيب وهذا الطبيب واحد منهم اشار الى بس بعدين فكرت هذا الطبيب يعطي نسخة راتشيته صحيح هذه هراتشيته واحد مثلا اذا اريد فكرت انه هذا من يعرف الشي اسمه بس يعرف ابو الصيدلاني فرحت جبت صيدلاني هموية بعدين فكرت ان هذا الدواء يمكن ما نفع وانت متت فجبت فجبت واحد يغسلك ويكفنك ويدفنك ويقرأ على قبرك قرآن وهذا الفريق كل والله العظيم والله العظيم احنا كلنا هالشكل لهصوا لهصوا اذا هم ما كو تفريط في جانب تشوف لفي خمسمائة جانب اكو تفريط اذا انت منضبط جرب نفسك عندك انضباط مثلا في الاكل منضبط في الاكل منضبط في النوم منضبط في الشهوات تشوف بل الانسان على نفسه بصير تشيك حالك قيم ذاتك تشوف عندك انفلات بلا حدود في كل الحياة ما يصير عندما تنفلت الاولاد يضيعون الاهل يضيعون الحياة تضيع والله كل شيء يفسد في الحياة الانسان لما ما يكون منضبط كل شيء يفسد كل شيء حتى القمر يخترب اصلا المعادلات شوفوا الان هذه البيئة هذا الوضع اللي موجود الان الكون كله بيفساد بيد الانسان ما يصير لازم الانسان ينضبط نعم ينضبط بكيفية بكيفية معقولة ينضبط باتزان هذا الانضباط مو فقط في المجالات الإيجابية حلفة حتى في المجالات السلبية احنا صدقوني بسبب فتخ مشكلة مشكلتيا شوفوا هذه جاي اتحدث عن موضوع جدا مهم من اهم مشاكل العاصر الامراض النفسية ليش احنا نصاب بأمراض نفسية ليش والله خلي راجع كل واحد النفس يشوف عنده مشكلتين ثلاث محولة الى انسان منعزل الانسان منسحب من الحياة شفينا ليش احنا ما عندنا تحمل حتى في التعاطي مع مشكلات الحياة لازم الانسان يكون اريحي قلت هاي الكارثة هذا هو بعد الحياة هي كل من تلقى المصيبة اذا عمت طابت كل العالم هشكل والله خلي راجع الانسان الكئيف في الحياة خلي راجع الى حياته يشوف بفعل ثلاث مشاكل منسحب من الحياة اعتزل الحياة شفينا احنا شو صاير مو صحيح هذه التوازن توازن معناته هذا لا افراط ولا تفريط لا تتعاطى مع مشاكل الحياة بشنو بجزع بفزع سلم سلم مفروض متاكل هسه اليوم اول الصباح شنة عطشان من اول الصباح عطشان هذا هو ما صير شي ما جاء تموت الانسان يلقى نفسه هذا التلقين اول الصباح عطشان رأسا يروح ينيم نفسه كل ما يقوم ينيم نفسه مرة ثانية وين ضاعت الحياة ولك مسؤولية برقبتك هسه عطشان ما صير شي وما مت تتأخو هنا مصار كربلق اخيرا رح توصل على الماء اخيرا رح تشرب ماء ترتوي هذا التوازن اللي اقول هذا العبد من ذاك الصوب وذاك العبد من هالصوب هذا لازم نستلهمه من شهر رمضان شهر رمضان هذا الانسان الله تبارك وتعالى جعله شنو فري يقولون فاضي شهر رمضان شوية الله يفرق اذاننا يخلينا في بوتقة حتى شوية ننضبط لا ننفلت من هذه الحالات السيئة المشاكل للجسمة ولا على كل حال ناخذ راحتنا ندوس بنزين في هذه الحياة حياة منضبطة يجب ان يستلهم الانسان وهذه الايام انصرمت من شهر رمضان اشرف الشهر على شنو ان يسكر بابه ويروح وان شاء الله بلطف الله وببركته ان يروح شهر رمضان بس لا تروح بركاته يسأل الله تبارك وتعالى الرؤوف الرحيم الكريم الهي الهي كرمك لا يخليك ان هاي الفضائل ولو انت جعلتها مرهونة بهذا الشهر بس بكرمك لا تسلبها اذا اخذت هذا الشهر وانصرم عنا هذا الشهر كل بركات هذا الشهر خليها علينا خليها دائما علينا وخليها الى الابد خليها وقف بركة وقف لا تخليها بركة وقت لا تخليها بركة وقت انت كريم انت ارحم الراحمين نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الشهر الفضيل ان لا يخرجنا عنه ولا يأخذه عنا الا برحمة تامة كاملة شاملة باقية واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله اكبر الله اكبر اشتركوا في القناة